السلام عليكم وإخوة وإخوات كدان إلى باس لكم أتمنى تمركم بإخير والأخير أتمنى وصبحانه وتراقكم بالفيديو في أسل الحوال مرحبا بكم السلاوي نيوز فيديو جديد وموضوع جديد قبل أن تتركوا الموضوع الفيديو لابد أن نتوجه بالشكر جزيلا إلى كل المتابعين الكرام الذين يتفاعلون مع محتوى قناة السلاوي نيوز وكذلك إلى كل من أمل بهذه القناة وانضم إلى عالم قناة السلاوي نيوز إذن أي المتابعون الكرام مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد كما تتشوفوا معي أنا متوجه هنا فوق هذا القنطرة قنطرة وادي كم وعلى شخص السلاوي نيوز بغدر الفيديو من هذه المنطقة هذه لأن موضوع الفيديو عنده علاقة بالجسور وعنده علاقة بالجسر الذي سيكون الأضخم من نواهي بل الأطول من نواهي بالمملكة المغربية إذن أي المتابعون الكرام بحلول الذكرى الخامسة والعشرون لعيد العرش المجيد وبعد المنسبة لك تتوجه بأحر التهاني وأطيب التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي بفضل يعني الرؤية دياله بفضل المخططات الملكية أصبحت المملكة المغربية اليوم رائدة ودولة تعتبر متقدمة في مجال البنية التحتية والدليل على ذلك التصنيف الأخير اللي صدر من أحد المواقع الأمريكية واللي جعل أن المملكة المغربية تفوقت تفوقت على دول أوروبية في مجال جودة الطرق وكذلك متوسط السرعة بين المدن إذن أيها المتابعون الكرام بحلول الذكرى الخامسة والعشرون خصا في مناطق يعني جنوب المملكة المغربية قام وزير الجهيز السيد نزار بركة بإعطاء انطلاقة شيد وبناء أطول جسر بالمملكة المغربية إذن أيها المتابعون الكرام كما قلت لكم قام وزير الجهيز والماء السيد نزار بركة يوم الأحد على إعطاء الانطلاقة ديالأشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمملكة المغربية على واد السقية الحمراء على مستوى الطريق المداري لمدينة العيون هذا الجسر اللي غادي تبنى على واد السقية الحمراء غتكون المسافة دياله هي 1648 متر أي المسافة دياله غتتجاوز كيلومتر ونصف كذلك بالنسبة للعرض دياله غتكون 21.4 متر ويعني مدة الإنجاز غتوصل لـ 40 شهر بمعنى عنا 3 سنين و 14 شهر ديال مدة الإنجاز دياله أما فيما يخص التكلفة المالية فتقدر بـ 1.4 مليار درام هذا الجسر غادي يكون مكون من جوجة ديالطرقان يعني طريق تسدي وطريق تجيب وكل طريق تسدي هيكون فيها دوبل فو يعني الجوجة للطموبيلات تتمشي وجوجة للطموبيلات كما تنقولوا حناء تجي وغادي يكون فيه ممشا الراجلين هذا الممشا لغادي يكون تستجب المعايير للسلامة والاستدامة البيئية إذن هذا المشروع الكبير من المفروض أنه غادي يعزز البنية التحتية الطرقية وكذلك غادي ضمن تدفق حركة المرور من وإلى الأقاليم الجنوبية خاصة وأنه غادي ربط المملكة المغربية بعنقها الإفريقي كذلك من بين الأمور اللي صراحة أنها تكون مزيانة هو أنه الإنسان ما غاديش يبقى ملزم أنه يدخل العيون يعني يبدأ يدوز من وسط العيون فبفضل إن شاء الله هذا المشروع هذا فالناس اللي كما تنقولوا احنا بغادي تكمل الطريق بلما تدخل العيون فغادي يقولوا بإمكانهم أنهم يمشوا ويكملوا طريق ديالهم دون اللجوء أو دون الضعي الطيرار إلى الدخول إلى وسط والعبور عبر وسط مدينة العيون كذلك من بين أهم الأشياء اللي غادي نجنوها من خلال هذا المشروع هو توقوف حركة السير فكما تعرفون يستعملوا هذه الطريق في هذه المنطقات يعرفون أنه تكون الفيضانات ديال واد السقية الحمراء فالحركة ديال الموروط قريباً راتت توقف فإن شاء الله مع اكتمال هذا الجسر إن شاء الله بإذن لسهم العليم فهذه المسألة دي إن شاء الله سيتم التغلب عليها وكذلك هذا غادي يدي إلى مدى إلى تحسين السلامة الطرقية والجانب كذلك البيئي لمدينة العيون هنا لابد من الإشارة إلى واحد المسألة هو أن هذا المشروع ديال الجسر فهو دخل في إطار ماذا؟ في إطار مشروع الطريق السريع تزنيت الدخلة ولي هو بدوره يعني هذا المشروع ديال الطريق السريع تزنيت الدخلة فهو بدوره دخل في إطار المشروع ديال تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إذن أي المتابعون الكرم لنطيل عليكم كثيراً في الكلام كل ما يمكن أن نقوله هو أنه الحمد لله والشكر لله البنية التحتية تتعزز بالمملكة المغربية في كل المناطق وهنا لابد من الإشارة فيما يخص الطريق السريع تزنية الدخلة فقبل ما نضع له فيديو ديالو سنحاول نعطيه واحد للمسألة هو أنه الأشغال به على تقريبا الآن وصلت ل 97% من الإنجاز تقريبا الآن والله تعالى ما يناهز بقى ما وصلنا تقريبا ما يناهز تقريبا لألف كيلومتر كل اليوم أصبحت ممكن استعمالها وتقريبا 15 المنشأة في النية أي قانطة كلها تفتحت في وجه حركة المرور إذن أي المتابعون الكرام الخلاصة التي سنخرج بها وأنه المملكة المغربية فضل الرؤية الملكية والمشاريع الضخمة التي تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السريس فالأمور الحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح والدليل على ذلك كما قلنا لكم الآن الاستثمارات الضخمة والشركات الكبرى والعملاقة اللي أصبحت اليوم تتجي وتتحط الرحال بالمملكة المغربية وهنا كذلك ما ننسى شوح المسألة اللي واجبة ليا نذكرها في الفيديو كمغربي إذن كل صراحة هذه الإنجازات الآن اللي تشنى لها هذا الطريق السريع تزنيت الدخلة لتقريبا ألف كيلومتر الآن ونجزت بالمنشآت الفنية لها فكل الخص رات نجزت من طرف شركات مغربية وعمال مغاربة كذلك فيما يخص القنطارة والجسر إن شاء الله بإذن الله أو الجسر فغاليتم تشيد ديالو من طرف شركات ومقاولة مغربية خالصة إذن الحمد لله والشكر لله كما الآن تعرفوا أن الجربة المغربية تطورت وأصبحت تكساس بخبرة في عديد من المجالات خصا في مجال البنية التحتية والقناطير والطرقات فمن بعد ما كنا في الماضي نستعين دائما بالغرب وبالآخر فالحمد لله والشكر لله اليوم الشركات المغربية أصبحت حاضرة بقوة والدليل على ذلك اليوم أغلب المشاريع واحد النسبة تنظن وقايلها 99% ما الآن يتم إنجازه من طرقات وجصور كل المشاريع الآن تتبعوا ديال المنضيال فرق كلها تنجز من طرف شركات مغربية وعمال مغربة مع هذا بعض الأمور التي صراحة ليست لدينا خبرة ولا تجربة فيها فرق كي سنستعين بالتجربة الغربية كما الآن كما تنسى النوو فيما يخص إنشاء خط الفائق السرعة للتجربة إذن إلى متابعونا الكرام نتمنى مع الله سبحانه وتعالى للفيديو أرق لكم وعجبكم ودائما وأبدا كما تعودتم منه الله معزل الإسلام المسلمين الله مرحبا للشهداء الله محفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوءنا من كل شر كان معكم أخكم سلوينيوز من المملكة المغربية الشريفة تحية لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة